في هذا السؤال المطلوب هو إيجاد قيمة الفولتية على طرفية متسعة عند التايم تي أكبر من صفر لو نلاحظ عند التايم تي أكبر من صفر رح يصبح المفتاح كبائي مغلق فرح يدخل على الدائرة تأثير مصدر فولتية مستمر مقدار 7.5 فولت ففي هذه الحالة كأنما عندنا حالة الستيب رسبونس إلى دائرة RC سيركيت ففي حالة الستيب رسبونس للRC سيركيت قيمة الفولتية ممكن كتابتها بهذا الشكل إنه V of T وهي ساوينا عبارة عن V of infinity زائداً V of 0 ناقص V of infinity الكل في إكسبونيشول ماينوس T over top طبعاً هذا الجزء الأول أبارة عن كأن نسمي الستيب رسبونس أو الفوس رسبونس والجزء الآخر من المعادلة نسمي الترانزيت رسبونس اللي هو الريسبونس اللي يضم حل عندما الTIME equal to infinity وهذا الشيء نقدر نلاحظة من إنه الإكسبونيشول ماينوس T فكأنما V of T عبارة عن V steady state زائداً V transit فمن أجل إيجاد قيمة الفولتية على طرفين متساءل نحتاج ناخذ الفترة الزمينية القولة إنه 4 T أقل من 0 هالفترة الأولى فلهاي الفترة نحتاجها من أجل استخراج V of 0 اللي هو كأنما الانيشل فولتج على المتسعة فإذا نسم الدائرة للTIME أقل من صفر عندما يكون مفتاح الكهبائي مفتوح فراح يكون عندنا الدائرة بهذا الشكل عندنا هنا المصدر الفولتية مش سالب 15 فولت وعندنا المقامة 2 أوم وعندنا المتسعة ستكون عبارة عن open circuit بسبب تأثير DC voltage فها هي قيمة الفولتية على طرفين متسعة طبعاً هنا أنا إذا نلاحظ أنه الفولتية مع المتسعة اللي هو V of 0 موجب ويساوي أنه V of 0 سالب لأن نفس ما نعرف أنه الفولتية ما تتغيى بشكل آني على طرفين متسعة فويساوي أنه V of 0 كأنما راح يساوي أنه قيمة نفس ما نلاحظ بهذه الدائرة ما هي إلا قيمة فولتية المصدر 15 فولت إذن V of 0 راح تكون قيمتها 15 فولت الآن ننتقل إلى الفترة الزمنية الثانية اللي يفور T أكبر من صفر في هذه الفترة نحتاجها من أجل استخراج V of infinity وقيمة ثابت الزمن التاو فنحاول نرسم الدائرة عندما T أكبر من صفر عندما يكون مفتاح الكهبائي مغلق فراح يصير أدي هنا مزة فولتية ومقاومة 2 أوم طبعا المتسعة راح تكون open circuit أكيد بسبب وجود مصادر فولتية مستمر فهنا هاي هي قيمة الفولتية المفتاح الكهبائي راح يكون مغلق وعندي هنا مقاومة 6 أوم أضافة إلى مزة فولتية DC آخر قيمته أباوة عن 7.5 فولت فحاليا نحتاج أنه إيجاد V of infinity V of infinity اللي هي موجودة على طرفين متسعة نستطيع إيجاده إذا وجدنا قيمة التيار الكل اللي مربد دائرة I إذا نسميه I هنا من أجل إيجاد قيمة I ما هو إلا قيمة الفولتية الكلية ما هي بالدائرة ما هي إلا أنه 15 15 فولت بلس 7.5 يعني كأنما عندنا مزة فولتية بنفس الاتجاه فنجمعهن على المقاومات المربوطة على التوالي في الدائرة فعدنا 6 و 2 وعن يصير 8 أوم فرح يطلع قيمة التيار ما هو إلا 2.813 أمبير فبعد إيجاد قيمة الكل نحاول أنه نطبق قانون كرشوف فولتج لور على هذا اللوب فإذا نطبق قانون كرشوف فولتج لور نلاحظ أنه 7.5 رح تنجمع مع قيمة الفولتية الانفينيتي على طرفين المتسعة و رح يكون مؤاكس إلها الهبوط الجهد الموجود على المقامة 6 أوم فهبوط الجهد ما هو إلا عبارة عن التيار 2.813 في قيمة المقامة 6 أوم فمن أدهر نستطيع إيجاد أنه V ما هو إلا 16 10.875 ماينوس 7.5 وهي ساوي 9.375 فولت فالآن وجدنا قيمة V أوف انفينيتي قيمتها وهي تكون بالدائرة 9.375 فولت المتبقي إنه لإيجاد قيمة الفولتية على المتسعة فقط ثابت الزمن التاو ففي حالة إنه من أجل إيجاد ثابت الزمن فبما أنه ثابت الزمن التاو وهي ساوينا R في C أو R إكوفلانت فمن أدهر إنه R إكوفلانت هي المقامة المنظورة أو ثابت الزمن المنظورة من طرفين المتسعة فلول لاحظ إنه إذا نرسم الدائرة لدينا هذا الطرف المتسعة ودينا هنا 2 أوم وأيضا لدينا هنا 6 أوم طبعا هاي هي R المنظورة طبعا مصادر فولتية ستكون عبارة عن كأن ما نجد ثابت الزمن رزيستنس فلن لاحظ إنه R إكوفلانت ما هي إلا أبارة عن مقام 2 مربوطات على التوازي يعني المقامة 2 أوم على التوازي مع 6 أوم ويساوي إنه 12 على 8 وقيمته هنا أبارة أبارة إذا على 4 هنا 3 على 2 فيصير 3 على 2 أوم هذا R إكوفلانت نبقى إنه التو سيكون قيمته عبارة عن R إكوفلانت 3 على 2 في القيمة المتسعة التي قيمته بالسؤال 1 على 3 فهيطلع ثابت الزمن ما هو إلا نص سكند إذن الآن باستطاعتنا إنه إيجاد المعادلة النهائية للفولتية على المتسعة V ونحن ونحن نحن V ونحن قيمته 9.375 زائد V ونحن ونحن قيمته 15 minus V 9.375 في Exponation minus T على التاو فراح يكون أدن 2 T وراح يساوي إنه هنا بعدما انبسط المعادلة V 9.375 زائد 5.625 Exponation minus 2 T طبعا هاي قيمة الفولتية for all T greater than zero المطلوب بالسؤال مطلب الآخر إنه إيجاد calculate V of T عند T equal to 0.5 فحاليا فقط إنه نرجع للمعادلة ونقوض الفولتية كل T نقوض 0.5 هيكون عندي 9.375 زائد 5.625 Exponation minus وإحنا سيكون باعا minus 1 باتبع إنه عوض T نص فراح تطلع القيمة ما هي إلا 0.763 V و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة